استعدوا ايها المصريون لتشجيع نادي تاني غير ليفر بول للأسف الاخبار المتدولة النهاردة ومن خلال مصدر موثوق فيه لحد كبير وهي صحيفة الديلي تيليجراف الواسعة الانتشار ولها مصداقية في انجلترا انه ادارة نادي ليفر بول ستتجه الى رفض العرض المالي اللي قدمه محمد صلاح من اجل التجديد لنادي ليفر بول تتجه لرفض الارقام اللي طلبها صلاح ومعنى ان النادي حيرفض انه صلاح مش هيكمل معه ليفر بول وحيبحث عن عروض في اندية اخرى عشان كده بقول لحضراتكم استعدوا لتشجيع نادي تاني غير ليفر بول ليفر بول تحول من 3-4 سنين الى نادي مصري بيشجعوا الشعب المصري كله كلنا دلوقتي باقينا عارفين تشيرت ليفر بول وتشكيلة ليفر بول وبندور كل يوم على جدوى المباريات ليفر بول في كاسا الربطة وفي كاسا هيلعب امتى والساعة كام يمكن اهم من الاندية المصري اللي احنا بنشجعها وانا في رأيي نكون داحا مخ اول ما صلاح يقلع تشيرت ليفر بول ويلبس تشيرت نادي تاني زي ما كان حاصل معه من اول فيرونتينا لما كنا بنشجع فيرونتينا الايطالي ثم روما الايطالي ثم ليفر بول القصة انه صلاح طالب 400 الف استرليني في الاسبوع وانا عارف ان ده رقم يخد وبالنسبة لأحوالنا كمصريين وبالنسبة لفرق العملة واضرب الاسترليني في شعاف 22 وبتاع الناس يقول لك يا نهاري سودي صلاح مورده كتير وبتاع بس فيش حيسمها كتير لانه ده سوء واحتراف وتسعيرة وبالمناسبة الرقم ده بياخده دي براين في منشستر سيتي لاعب الوسط البلجيكي نج بلادي منشستر سيتي بياخد الرقم ده بالفعل في عقده الحالي مع منشستر سيتي وصلاح ومدير اعماله رامي والمؤسسة اللي بتدير صلاح كمال لانه صلاح مش لوحده شايفين انه هو ده الرقم اللي يناسب امكانيات صلاح وقيمة صلاح وتأثير صلاح في ليفر بول فالعرض اللي تقدم يا ليفر بول اذا كنتوا عايزين تجددوا معايا العقد انا عايز 400 الف جنيه استرليني في الاسبوع واضح ان الرقم عالي على ليفر بول او ليفر بول مش مقتنع ان الرقم ده يناسب صلاح او ليفر بول معهوش الفلوس دي ايا كان مش قضيتنا بس الواضح حاليا انه ليفر بول اللي ادارة بتاعت النادي مش هتوافق على الرقم ده هنا هيتفتح الباب قدام سؤال مهم جدا طيب صلاح هيروح فين لو ما جدتش لليفر بول الكلام انه اكتر ناديين كانوا حطين عينيهم على صلاح خلال السنتين اللي فاتوا برشلونة وريال مدريد المشكلة في برشلونة حاجتين ان عندهم كمان تعثر مالي وده اللي بسببه رحل ميسي عن برشلونة وان برشلونة نفسه مش برشلونة اه تشاف يرجع يدرب لكن حالة برشلونة صعبة جدا وكاسر ببارح كلاسيكو وبيلعب بمجموعة من الشبان يعني لسه بيبني فرقة الله اعلم بعد كم سنة هيرجع برشلونة الى مجده والى قوته فحرام صلاح يروح يدفن نفسه في رأيه هذه الايام في برشلونة طيب هل ريال مدريد قادر على دفع الفلوس دي انا رأيه انه لا مين الناديين الاقرب من حيث الامكانيات المالية والاسم ليه شراء صلاح ناديين منشستر سيتي الانجليزي وباريس سان جيربان الفرنسي هم الناديين الاكبر بالوقتي على مستوى التمويل وعلى مستوى الامكانيات المالية وهم الناديين الاسمين الكبيرين اللي صلاحنا وانتقل ليهم مش حيبقى نزل مش حيبقى عمل downgrade بالعكس ده ممكن يكون كمان upgrade والنية مدججة بالنجوم مدججة بالنجوم ولو سألتوني عن رأيي ايهما افضل هأفضل ايه السيتي مش باريس سان جيربان والسببين اولا ان باريس سان جيربان في حاجة غلط انا مش عارفها فلوس بالزوفة النجوم بالزوفة امكانيات حدث ولا حرج لكن في حاجة في التركيبة بتخلي الفريق يعتل في الامطار الاخيرة فريق بقاله خمس ست سبع سنين نجوم العالم كلها النادي محتكرها ومع ذلك ما بياخدش بطلاط ومالعافية بياخد الدور الفرنسي مالعافية بياخد الدور الفرنسي لكن شامبيونز ليجي البطولة الاهم ما بيقربش ففيه في التركيبة حاجة غلط رقم اتنين انه عندهم امبابي وامبابي بلعب تقريبا في نفس مكان صلاح كلاح يمين وكليان امبابي واحد من اهم اللعبة في العالم دلوقتي وامكانياته عظيمة فانا ما اتصحش ان صلاح يروح فيه منافسة مع حد وفي نادي التركيبة بتاعته مش مفهومة وعنده حد عمله عمل على البطولات فما حبش وافضل منشستر سيتي لسببين لان ما كان صلاح ما فيش حد حجزه طبعا فيه نجم العربي الجزائري رياض محرز بيلعبها الجراح يمين بس محرز مش اساسي مع منشستر سيتي وبيب جوارديولا مش مقتنع قوي بيه ان محرز يلعب اساسي فبيستخدمه مباراة او مباراة لا ينزله دقائق وبتاع لكن مش هو الفردة اليمين الاساسية رقم اتنين ده انا عايز صلاح يبقى في الدولة الانجليزية لان الدولة الانجليزية خلاص صلاح فهمه وعرفه وكميته ركبت معاه وعليه بالاضافة الى انه الدولي الاهم والاقوى والاول على مستوى العالم فحب ان النجمين المصري يفضل في الدولي الاقوى على مستوى العالم ولما يبقى هدف الدولي 3 سنين وراء بعض الاول على مستوى العالم دي شهادة كبيرة جدا وقوة دفع لي لهذه الاسباب مكتبعة لو منشستر سيتي قدم عرض الصلاح والليفر بول رفض انا رأي رفض التجديد انا رأي ان صلاح ينروح السيتي ومع جوارديولا كمان واحد من اعظم مدرم العالم ممكن يطور صلاح اكتر واكتر واكتر اما على مستوى صلاح ومنتخبنا محمد صلاح النهاردة مع احمد حجازي وهم الاثنين من اقدم الخبرات اللي موجودة في المنتخب اعدوا مع العيمة المنتخب النهاردة في المعسكر في الكاميرون ويشدوا من ازرهم وحثوهم على طي صفحة مباراة نيجيريا ونسيانها بالكامل وفتح صفحة جديدة ابتداء المباراة السبت بعد بقر ان شاء الله امام الجينيا بيساو ومصالحة المصريين بتقديم عرض واداء ونتيجة ده اللي النهاردة صلاح كابتن المنتخب واحمد حجازي واحد من كبات المنتخب كمان طلبوا اللعيمة بيهم قالوا بيوم السبت لازم نصالح الشعب المصري باداء وبعرض وبنتيجة تنسي المصريين اللي حصل في مطشة ميجيريا وتزرع فيهم الامل ان منتخبنا قادر على البلوغ لابعد نقطة في بطولة كأس الامم الافريقية